موسيقى تعلمنا مهنة من أهل المهن اللي هي حداد الألمنيوم مجلاتها واسعة يعني هي منخص المهنة كلمتين لكن مجلاتها واسعة مطابق شبابيك شكاي لايت واجات كارتن وول شغلات كثير ونطاقة موسع موسيقى أنا اشتغلت بكثير من الشركات وكثير من محلات وشغل شخصي كمان بس أنا قررت بعد هذا التعاقل أطلع من المؤسسة شاهدت مجاولة مهنة بدي أعمل مشروعي خاص فيه فأنا قدمت لهذا الأشي وتبلغت من المؤسسة في عمان في عين الباشا تحديدا أنه أراجحهم وأزودهم بالأوراق المطلوبة تمام وراح أكون عندي موعد فحص نظري وعملي وأجيت اليوم زي منتوا شايفين فحصت عملي وفحصت نظري تحت شراف المهندس الفاضل قمنا احنا بإنشاء أو صنع خزانة لمطبخ علوي هسا كل واحد بأخذ شهادة بمجاله المهندس شهادة هندسة أنا فني ألمنيوم معي شهادة فني ألمنيوم يعني كل واحد ببدع بالمجال اللي هو فيه الشهادة هاي أنا بعتزل فيها صراحة لأنه بتحكي عن مجالي وبتحكي بتفهم يعني للصورة القبالي للشخص القبالي يعني كداش أنا عندي مهارة وكداش أنا عندي التطور لحتى طلعت هاي الشهادة يعني أنا بفتغر بنفسي يعني إني لما أشوف أشخاص فحصوا عندي وفتحوا مجال لعمل وأخذوا طلاب وشغلوهم والعاطلين على العمل برضو كمان استفادوا من هذا المجال مشروع الاعتراب بالخبرات السابقة هو أحد المشاريع المهمة اللي بتنفذها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع مؤسس تدريب المهنة في الأردن وهيئة تنمية وتطوير المهارات الفنية والتقنية إضافة إلى مجالس المهارات القطاعية بدعم من مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية وهذا الحالة من التنفيذ أخذت خصوصية بحيث أنه أدخلنا فيها القطاع الخاص ومجالس المهارات القطاعية اللي كان لهم دور مهم في الشراكة والمراقبة على عملية الاختبارات والامتحانات اشتركوا في القناة